بسم الله الرحمن الرحيم انا الدكتور طاري الوليلي اساس طب الاطفال تخصص قلب الاطفال كلية الطب جامعة اسكندرية المستشفى الشطبي الجامعية للاطفال واحنا كلامنا النهاردة الحقيقة هيكون مش للمرضى ولكن للأبهات والأمهات للاطفال المرضى عندنا في القلب الاطفال في مشكلتين كبار رئيسيين اللي هو الحاجات المكتسبة زي الحمى الروماتزمية والعيوب الخلقية في تركيب القلب بالنسبة للحمى الروماتزمية الحقيقة الحمد لله النسبة دلوقتي في مصر بدأت تقل شوية لكن لازم ناخد بالنا ان الاطفال بيجي لهم الحمى الروماتزمية دي نتيجة التهابة الحل المتكررة بالميكروب السبحي ففي الحالة دي احنا الحقيقة لازم نعالج الميكروب السبحي علاج تام بحيث ان هو ما يسبش اثار وما يديناش مضاعفات بالحمر الروماتزمية بالنسبة للتشخيص بتاع الحمر الروماتزمية لازم نبقى ضحين قوي ان احنا لازم نتكلم على الاعراض الرئيسية اللي ممكن تصيب الطفل زي الالتهاب الروماتزمي المفصلي والتهاب عضلة القلب دول اكتر حاجة مهمة جدا وبالتالي الام مجرد انها تلاقي ان الطفلها ابتدى يشتكي من وجع في المفاصل مصحوب بورم بعرض الارتهاب موضعي في المفصل والارتهاب ده متنقل من المفصل لمفصل يبقى لازم نعطوه تستشير الطبيب المتخصص عشان يبتدي العلاج على اسرع ما يكون بحيث ان احنا ما يسيب لناش مضعفات وما يوصلش لعدة القلب ويأثر عليها بالنسبة العيوب الخلقية الحقيقة العيوب الخلقية في بلد زي بلدنا نقدر نعتبرها من الامراض للشائعة لان هي بتبقى حوالي تمانية في الالف بالنسبة للاطفال المولودين فاذا كان في بلد زي بلدنا معدل النموه سريع وطفل بيتولد كل عشرين خمسة وعشرين ثانية فده معناها ان احنا بنفاجأ بالنسبة عالية فعلا من الاطفال اللي عندهم عيوب خلقية خاصة ان هنا السبب بتاع العيوب الخلقية ما هواش محدد في حاجات كتير قوي ممكن الام تتعامل معها في فترة الحمل سواء انها تبقى مريضة او بتاخد عدوية او بتتعرض الاشعة سواء الاشعة دي تشخيصية او علاجية وفي الحالة دي هيبقى فيه فرصة ان الطفل او الجنين يبقى عنده مشكلة في تركيب القلب من حيث الصمامات والاوعية دموية الخارجة منه فهنا الحقيقة ده دور الطبيب الاطفال المتخصص اللي بيشوف الطفل بعد الويادة على طول انه يحدد اذا كان فيه فرصة ان يكون فيه اي عيوب خلقية وبالتالي سرعة التحويل عشان نبتدي في الابحاثات بتاعاتنا والذات اللي هو التصويم الموجات فوق الصوتية اللي هو بحيث ان احنا اقدر نتعرف على عيوب في بدايتها قبل ما تتفاقم وتسيب مشكلة للطفل ويوصل مثلا لهبوط في عضلة القلب فالام لو لاحظت على طفلها ان هو بيتنفس بسرعة جدا بيزرق اثناء الرضاعة بالذات يبقى لازم نشوف الطبيب المتخصص عشان نتوقع ونشوف ونبعد الاحتمالات بتاعة العيوب الخلقية وبالتالي نقدر نتدخل في مرحلة مبكرة لان دلوقتي الحقيقة التدخلات المبكرة بقت متقدمة جدا والتصوير بالموجات فوق الصوتية والاشياء المقطعية بقى يدينا فرصة ان احنا نتعرف على العيوب الخلقية في القلب وفي الاوعيات الدموية وبالتالي نقدر نتدخل في في الاسطرة اللي هي الاسطرة التداخلية عشان نصلح العيوب الخلقية او ان احنا نحول مرحلة مبكرة للتدخل الجراحي لتحسين الاداء ده بمنطقة البساطة الحقيقة دور الامهات والابهات انهم يدوروا بسرعة على الخدمة الصحية اللي يقدروا من خلالها يتعرفوا على المرض ونتجنب المخاطر والمضاعفات اللي ممكن يعملها شكرا اشتركوا في القناة